كالبا ان انت صحي راح جابس ان داودشي كبدة الورقة اللي محطوطة عليه مكتوب عليه ايه بص كده شهالة وفاة طاطة نجانة انا مش فهم حضرتك زعلالي دا كويس انه هم عطوهلك ببلاش وابقى في حاجة ببلاش دلواتي انه لله وانه اله يراجعوه انت بس عشان بتاكل كبدة هوه وعارف انت لو مش بتاكل كبدة هوه وكنتش خطاة ببلاش لمواغزة هم عشان عارفين نوع الكبدة اللي انت بتاكلها ما التقلش منها بقى لما قولي حسن وهو جامل سفر تقولي لحسن ايه يا بختك انت عندك حسن انا عندي حسابولو وما قدراك وما حسابولو كله بالحسابولو تفضلي تفضلي مش قطعك ولا شكلك لسه عروسة جديدة والغربال الجديد لي شد تفضلي حسن وهو جامل سفر ليسي في شوز من شيئن شوز من ايه من شيئن بعرفي يا اخت ولا لك علي حلفان اخر مرة طلبة من الرجل شوز عطاني بيه قال لي حمد ربنا ان فيه سليبر في البيت يتلابس اللي هو لما اخذها الشبش مش عايزة اقول بس عشان الالفاظ وغطبانة عند بيت اهلي بقيلي شهرين قولي ما هي نقصة فاقع حد قالوك ان المرارة لما بتتفتت كده بيتلع منها اجزاء بتكون مرارات اخرى هي مرة واحدة فاقع تهالي شوز من شيئن كل دي شوزت ما شاء الله لو اكبر انت شغل في ايه يا حسن وبعدين لو عجبك حسن انا احسن منه شغل بس في ايه يا حسن عشان اخلي الرجل يشتغل زيك بدل ما وعد يشتغل نفسه بس انتي برضو انا نية انتي وحسن جاباهم كلهم بكعم انا خلصت عودت على الفلات ده انا لما بالبس اثنين سنتي ولا ثلاثة سنتي بابا مشيت مرجح كده مش موزونة دي النتيجة النتيجة مبهرة والله يا حسن ده انا نفس انبهرت منها هيخرب بيتك ما عندكش اخ خلاص كفاية ما احنا بقى بجد ايام اقداري على شمعية التقيد بدل ما تنفجر فوشك واقعا لا اهو حسن بيجب جزم بس ما بيبص انتي ما تخليش خالك يروح لبعيد الرومانسية دي خلاها على جب معه يا فلوس يا رومانسية عمرهم ما بيمشوا مع بعض عشان المشي حرام يا با اختي اتجبتي برفان اهو حد يا حبيبتي بيفتح الحاجة كده للكاميرا ايه الكاميرا هتسندهالك مثلا بطلوا مياسة بقوا ومسكوا الحاجة كويس بعدين يخربت فقر اجدغالية جد هوا انتو عايزين من ايه يا جماعة بجد شايفين ان انا مخي ناقص يعني شايفين ان انا عندي عقل يستوع لكل اللي بيحصل ده عايزين من ايه بالزبط السورة دي بتعبر عن ايه انتو معانا ولا مع الناس التانيين مش كده المون مش ناسة مع المكتمة ده عاوز ديرا المون ايه اللي او اعصابي انا عايزين تعمول عايزين تعمول كده ها اه والله يروان عندك حق ياكتي بس حراء واحنا عشان نعرف نستحمله من اغضب ربنا ما ديك شايفة معايا هو خلاص الواحد جاب اخره ايه يا عم يزول وما يزولش ليه يا عم ما يقول في داهي اللي زعانا يمشي ايه نقعد نعمله اغاني ونكره في نفسنا ده مجهود ده هالك وطع الفاضي بس انت شكلك متأثر ايه 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 ملامح وصعبة قوي كده طب انت مغمد ليه مش عايز تفتكر اللي حسن لك ايه يروح روحه هوا هو يروح روحي ليه انا لسه عايز استمتع بحياتي بلواكسة يعني هتوكس معايا واروح اموت نفسي ليه ايه ده انت في الشعر الكام اه قصد ده جيم نين ده انت ملكش في الشهور انت المقليات الكتير اه منكم من المقليات هو اللي عمل فيكو كده الرياضة ودايت الموضوع سهلي وبسيط امال بتعودوا تتنقنة ويقعد بقى يتقصير علي اكنا بتشيل انترية ايه هه 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 بقى ايه لكسبه وخصيته نص كيلو ما حشستني ان انا راح اركن في الجراشة نزل شوية دهون وارجع في ايه هه 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 وبعدين احنا لنا لما اقضوا عذرنا عشان نقف في المطبخ ونعمل اكل وديه حلوة وديه وحشة ولازم ندوء الاكل كله وقوف الاخر بنطلح كده عصفر عينات مش دي مشكلت معك دلوقتي انت يا راجل ما بتخشش مطبخ وما بتطبخش ده جه من ايه من القعدة عارف انت لو بتحرك نفسك هتبقى زي اختك كده كرش مفيش خمسة وخمسة في عينك شوف سبحانه الله يا شيخ والله العزيب انا بس ما شمتانا فيك ولا حاجة يعني احنا لما بيطلع لنا لما اقضى كرش بنروح للدكتوري روح وقصص كده مرة واحدة تطلع فلات لما حضرتك لما بيجيلك كرش ما تقدرش تعمل حتى عمليه شوف سبحانه الله يا شيخ الواحد مش عايز احقتك في حيشاتك اكتر من انتم متحقدين ليكو حقت غيره مننا ليكو حقت بحقدين علينا عشان احنا مميزين ولا هو عتلغي المتابعة يوه عزع المين هيا مش معقول بصراحة الزاوية اللي حضرتك واخد منه الكرش كده ايه حاول تصاحبه كده وتتعود عليه يعني تقبله زي ما هو متقبلك وقعد معاك خلال سابع عشان ايه الاحتكاك بالجلد هيحصل لك تسلخات هيبقى جلد وتسلخات مش هتريح في البيت ليه بعد الدجار اللي قتله الموضوع سهل وبسيط يا دانا انا ادي لك الحل كباد ما يبلمون لما اخذك كده على الصبح دافية وتفتت بالدية واحدة من غير عيش عيشوا عشيتنا بقى عشان تبقوا زينا والسيام لمدة سبع ساعات ممكن تاخد في النص تفحية واحدة سمرت فاكهة واحدة من نوع واحد يا ربي نفهم مش تاكل كيلو قد ينزل انت واصحابك على عربية الفول انا بشوفكم الصبح تخش في السراع النووي بقعدوا تضربوا في الفول كأنوك بتضربوا في القنابل زرية انت هدي اخلاقك كده عشان تعرف تتقبل الوضع وقلينا بقى تعرف تستحمله اللي احنا بنستحمله ولا لا مالي خالب بتحملكوا انت عملت ايه وفي عائل يقعد يومكوش في بطنك كده تسح شهور بتفهمش هو بيعمل كده ليه ويمتص من دمك واول كلمة ينتعي يقولك بابا بابا عاز بيوشي بس بالفهانة ايه انت عصابة ليه على الصبح بتضرب ايه قصد بتاكل ايه انت تضرب ليه صح انت ايه ما شاء الله كل ده رفع كده ناية ويه جمداري ناية ايه تسامم ده ولا ايه زروفك انت عايزة تخلصي على نفسك يا بابا انت بتشتهي ايه يا معافينا يا مؤرفة بتشتهي ايه ده الكبدة ناية والجمباري ناية ده بيقلك الجمباري دي له طاشة كتا على النار ما بياخدش سوا والكبدة ما بتاخدش سوا برضو يعني كده الكتا بتبقى نص سوا مش ناية اهم حاجة لطشة النعناع دي عشان ريحة البق مش مهم اللعفونا لجوه المعدة اهم حاجة ريحة البق يا رب تكون بتهزر يا رب ما خلاص انت بتطبخي في الرغيف ولا ايه مش كده وعملالي فيها واحدة ورقيقة وشكلها زي الامر والحقيقة مختلفة تماما عن الواقع واقع مش مئزة السلاسل الزهبية للمرأة بتقلل الالام بتاعت المنطقة الكتفين ايوا يا دكتور يا حبيب الملايين بتا ستات مصر كلها تستشهد بيك بعد كده تفضل يا دكتور السلاسل الزهبية للمرأة بتقلل الالام بتاعت المنطقة الكتفين اه والله يا اخويا من ساعة ما بيعتي دهبي ولا لازم ولا ليك علي يا حلفان الواجع كله مزك المنطقة دي المهم انه اللي بياخد الدهب ما بيرجعوش نعمل ايه بانبلغ فيه يا ريت الواحد اخويا ما طلع جدع ولا ابني ناس قادينا خسرنا ملايين في الارض كده وبتقلل الالام بتاعت المنطقة الراس والصداع والحاجات دي اه والراس يا اخويا من هنا والله بيوص خبط كده يا اخويا ومش عارفة زعل عالدهب ولا دا صداعات المرأة كانت بتلبس حلقان بيقلل الالام بتلبس خواتم او اه ماما كانت جايبالي حلقان وانا صغير بس كله اتشافت تقريبا زورهم واسع المكناس اللي عندهم سبع تلاف وات شافتة الاخدر واليابس منهم لله الحمد لله وحتى الام الاطراف والام المصيبة اللي الواحد عملها في نفسه اسكت اسكت ما هو محدش بيوكس نفسه غير نفسه والله يسألنا انا قام قدام المصريين والله اقولك على حاجة اكبر بتلبس حزام معدني حوالين الوسط والله يا اخويا شوفت ناس على الحياة لابسونه دهب ومعلم كده خواه على وسطها والولية ابدا ما تقلعوش انا مش عارفة يا خافة على ايه عشان دهب يعني هل عشان هو متين تلتميت جرام ناس ؟ خيه لا اخت خالص بتلبس خلخال هذا ده were full first and it confies دلوقتي عندنا في الصاغة بتروح تفصل الخلخال ب10-23 قليلي خلخال فض ب10-23 قليلي خلخال فض ! انا فاكر ان اما الارحمات جابت شبكتها كلها ب20 جني عندنا فيه ايه خلخال車 ب10-23 قليلي quants ايه? وزن الخلخال. يعني انا دلوقت هقول للرجل يجيب لي خلخال بعشين عالف جنيه فضة. ما يجبهولي دهب. ما هو كده كده هيجيب. وكده كده هتفضح في العيلة ان انا عايزة خلخال فخلي الفضيحة تبقى بالمرة. خليه بقى دهب يا دكتور. ما تبقاش انتهوه علي. الخلخال ده لازمته ايه? الخلخال ده لازمته يشيل الام الرجلين اللي مش راضي اي ده ويشيل. وطبعا لما تمشي وتدرب الخلخال في بعض. وكمان فهموا بقى ان انا لو ماشى بالخلخال في قلب الشقة وهو بيلعب بديله هيعرف ان انا جاية وهيداري نفسه. بس انا ممكن اشغل علي دماغي برضو اجيبه من غير صوت بس انا ما حاجة ان هو ايجيب. انت بقى من منبارك هذا يا دكتور فهم الرجال ان احنا لازم نتسيغ من ساسنا الرسمة. عشان الالام عشان نبقى هادين كده ونفسيتنا هادية. بدل اخويا ما احنا عادين نحوش لهم ونعمل لهم في جمعيات ونقف جنبهم في شوك وفي الاخر روحوا يجبوا شبكة الواحدة تانية. يا مش نعصى هارتها تاكي يا الواحد كده كده مفقوع. عويسة دي. اروبة. عايز اقولك انا ضربك كارتنتين لوحتي. لما قدت الاسبوع اللي فات وشي منفخ ايه كاين حد مديني بالبوكس في وشي. احب اقول لك يا محمد. ما تزعلش مني. يزعل منك لدن تزيل امر بس شيل القشرة. عشان القشرة بتاعت العويسة لما اغز السميكة غير السكاري. عشان ما توقع لك ايش بطنك بس بألفة هانة. كميد. ما له بقى يا باحمد مدايقك? كل ما انجال انت كنت مخبرة في الدلاب. يخصى عليك يا باحمد. يخصى عليك بجد. ده انت كنت خبيت واحدة في الدلاب اكرام لك ما انت تخبي منهم المنجة. مش خسارة فيها. لا هي خسارة عليه هو مش خسارة عليك انت. بس قوليلي انت لو كنت ضربت واحدة في الدلاب كنت هتاكليها برضو? ولا كنت هتاكليها عالقة. اما تخبي حلوة تانا تخبيتش في الدلاب عشان. هيروح منيك فين ما انت بنغبشها في كل حتة اهو. بتعمه حلو. يا بنت انت بتفرسيه اكتر بقى مفروس. يعني هو هيجي تفرس ان هو ما لقاش المنجة. وانت بتفرسيه اكتر وبطول ان ادعمها حلو. تبقولي قليتها مزلعة رمتها. اصلا هوقعت مني فيعجت على الارض رمتها. اي حاجة من بتاعت الحرين دي. شكل الغلبانة هيخطك هتلبسي في الحيط. يوم تخبي حاجة تخبيها منا لو عيالك. مكنش العشام يا. اخصى عليك بجد يا بحرط. اخصى عليك. وهو برضو مكنش العشام ان انت تاكلي المنجة بتاعته. مع انتو اللي اتنين عنانيين بسراح. والعيال هي اللي مزلومة في النوس. انت بتاكلي من ورا وهو بيأكل من وراك. وفين العيال بقى ان شاء الله. بتخبيها من الناس الدولاب. اه. من قلب الدولاب جيبت المنجة وكلتها. خلستي حبيبتي بألفة انا مكنش منجة عويسة دي. ده المنجة بقى ترحص من البطاطس دلوقت. يا ربي اعمل اي تاني. اعمل اي تاني. تعملي اي تاني عملولك اللوز اللي تروح فيها انت واشكالك يا بوما. حد يقول. حد يقول لي اعمل اي تاني. مش لازم تورينا كل الحاجات. مش لازم يا دناي. عايزة هيبها اللي تستكعي في افكارك. لابسة مكوب. ولابسة عباق. ومحتشمة. ومدرية مفاتني وجمالي. فين النقاب ده يا مزورة التاريخ. فين النقاب ده يا مدلسة الافكار. لابسة عباق. ومحتشمة. فين اللي محتشمة ده? فيه? ده ازاي انا مش شايفة. بعدين انت لابسة النقاب غلط اصلا. فين النقاب ده? عشان ليه? ليه? طلع 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 عشان خاطر رزق عيالي. الثلاث اطفال اللي فرقبتي. اللي فرقبتي. ما لهمش غيري بعد ربنا. طلع عايزة نفسي 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 يا ربي نفسي. نفسي في دائم يبقى عندي سند. سند بعد ربنا. اقول السند. يلا اولا بلى رزق عيالك بلى رزق اخواتك. ما تتمحقوش بس في الظروف. وما تاخدوش عيالكو سبوبة. اللي اللي بتكنس الشارع دي عندها عيال. واللي بتطلع من سباحية ربنا لحد بالليل. تروح تساعد حد في بيته ولا تشيل لحد حاجة ولا تعمل لحد حاجة. ما دي برضو عندها يا له عندها مسئولية. اكل العيش مش في اللايبات يا حبيبتي انتي وهي. ورزق العيال مش في اللايبات ها? ومما ادراكي ما اللايبات اللي بتعمليه في اللايبات. ربنا يهدينا ويهديك. بالخرطوم يا مونا. انها دافا وسلت معاكل الخرطوم يا مونا. مش كده مونا. ينوحها ايه دي يا مونا. ده انتي جوزك هيجي يعملك سجادة. وليه حق بصراحة. ده المقاشة كمان يا مونا. طب انا عزاكي بعد ما تخلص الباب المقاشة تخفيها عشان انت هتاخدي بيها. ايه اللي جيها اللي تتوكسي على عمرك? عرب عليك بوصيها. فكرتيني بم الله يرحمها. عملت كده في التلاجة. والتلاجة بازت. رح نجيب لها واحدة تانية. والله لازم بازر يا جماعة. هزا حصل حقيقي. رح نجيب نها واحدة تانية رح وغسلوها بردو بالخرطوم. اممكن عشان كانت الحاجة رخيزها وقتها فكان الموضوع سهل وبسيط. لا كده المقاشة مش هتجيب معاكي نتيجة. انت قدلك بس ايه عدة سلك موعينها قد كده. عشان ايه تاخد التجريحة دي. واقور بها في الزبالة ورايح دماغك. ما دقيش نفسك يعني. دي عداد متقاليد الزواج يا جماعة. والحمد لله لانا مش موجودة عندنا هين. عشان كان زمان يملطجها العريس. واللي يتشدد للعريس. مش هنقول لهم عشان عيب. ونقعد كده لهم العريس عمل لقابر ودتة. امي كانت جايبالي العروسة دي زمان والله. كانت بتعمل كده. لانما رجبتي ما تستحملش. ما تستحملش للفارقة دي. بعدين الفستان اصلا انا كنت طايقة نفس بالعافية. هنزل انا النازلة دي ليه? عليا طار. احنا تلعنا متدلعين. ده في ناس كتير يعني بتاعيني ومستحملة وسكتة. اضرر لي نفس النازلة تاني. طب ايه مش خايفة على رجبتك. طب انت مدربة كمال اجسام ولا ايه? هلاء سهية مرة واحد. بتحمد ربنا ان انت عملتها لأ اصلا. عمالك عمالك عمالك. يا دي انت ازبط نفسك يا لأ فيك ايه? انت اللي قطت دين اللي انت عملهم دول مش مريحاني. ايه? ساو سمت. عمالك. اصبع شاص. يا دي راح بالجباسة اللي على دماغك دي عشان شكلايا عملالك جبس في دماغك. واحد. نين. اربع. اربع. يقول لك لا تتسك في صديقك حتى لو كان متربي معيك في نفس ذات البيت. اسبع ماني بس. اربع. خمس. خلا سيادانيا غلط كده على دراعك. غلط ولا لعزيم ما تستهونوش بالحركات البسيطة دي. هزيه المنطقة حساسة للغاية. خمس. ستة. يا ابني ما تغمدش عينك وما تسكش في حد بلا خمسة بلا ستة. انت جاي تتعلم الراية والكتابة هنا ولا ايه? لو دكيك وعندو دمير. اللي قدامك يا حبيبي ما عندوش دمير. دعم جودك على الفاتح. ما تسكش فيهم بقى ما تقعدش معهم التان. صلاة حبيبك النبي شايفين. عليها افضل الصلاة والسلام. احنا شايفين انت شايف? شايفين ديك فريزر دوت قصما. ديك? لأ وضع حضرتك كده انت اللي مش شايف. مش انا اللي مش شايف. وده ديك رومي ولا ديك بالت? يا دناية وانتوا بتطاعتوا ايه بس عشان نبقى فهميه. عشان الواحد يتعامل معاكو على قد مستوى دماغكو كده ما يحتوكوش في حده وانتوا في حد. دوت قصما بالله عزيم بألفين جنيه. لما انت حلف براحتك انت بعد ما قلت ديك يا سادة ده ده بألفين جنيه? ليه سارقه? ده انت لو جاي بديك روميات العاغلة منه. شايفين التلاجة دي? الغسالة دي قصدي? يا دناية انت اللي عارف تفرّب ما بين الديك ولا عارف تفرّب ما بين التلاجة ولا الغسالة? لأ ده انت تروح عشان انا مليانة جروحة ومش قادرة بصراحة. اللي بعده. ايه انت بتضيع ولا بتضرب في الزبايا? ايه المودة الجديدة دي بايدي تضرب الزبايا اللي احنا دايقناكم في حاجة? ده هو يضبك خمسين فصال ستين فصال? وفي الاخر بيستدعني برضو بتدولي بنفس السعر. ما زادوا غطى علي غير المناه ده. اتورسوها اللي مش اتورسين. اتورسو ليه يا عمي بعد الشر عليها اللوة اكبر لسه العمر قدامي طوي. اورسو اه? يا ساتر يا رب. انتو بتبعونا الحاجة وتدوى علينا ولا ايه? اللي تكسر فداني. اوقف يعني ايه هورسو باعتشار. وبعدين انت منقق واحد صفيف يقف ما انتو عارفين طريقة الوقفة زي عشر الحاجة ما تتكسرش. جاي انت سوء علي انا? انا? يا ده انا لا اسفال تشتكى مني يا ده بتنطط علينا ولا مش بتنطط على البضاعة. يلا يا مصطفى انزل كده عيب يا مصطفى انس. عيب عشان ما قلشي لومك. ده بقى لما تعمل دماغك بدماغ واحد مش على قد مستوى تفكيرك بتفرد نفسك على الفاضل. بس يا مصطفى احترمي قنستك وقعدة على جنب. ما تشتكلش مع الولاد. يا حبيبت انت بيتمقنعي مش بتحوهاوي. انت اختلط عليك الامر ولا انت عايزة تشتمي وخلاص. خلاص يا حبيبت متعبيش رأسك برأسه. انت لما ترودي على ولد مش محترم ان انت واحدة ستة بتهزقي نفسك. عشان في ناس كتير كده مش متربي. ناس التربية. خلاص بقى روحي بقى يا وله ما تبيش بتاعة مشاكل. قال لا. صوتة نبح انا بقول لك عيب انت بنت ومش بنت وبيضة وزي الايش ده. روحي يلا. تستهل عشان ما بتسمعش الكلام. عمدين. ايه? ده ايه التحدي الرخم ده? طب وكده انت وتفضلوا تقلعوا بقى في الشرابات. والله العزيم عيب عليك. ويقول لك انا سهران مع الشباب ومش عايز حد يضايقني. وما تبقيش مولية شكاكة. احنا بنشك في سلوكك ولا العزيم مش بنشك انت معاك بنات. هو هيبايد ربنا ان شاء الله وجهكم كلكم هتتغزلوا دلوقتي. تستاهلوا بصراحة. بص بقى لما يبقى صاحبك ايه? اه? عنده توتر زيادة. بيلبس كله في الحيد. لو سخسقت هتتغرق. ادي نولتلك اهو. انا قلتلك يا ابني لو سخسقت هتتغرق. عيد ده انا ماما يالا. طوزة حبفت انت مش بصدق لي. تعي المؤذي ما تقول لها طوزة لازم تلسحها يعني. هي بتفلي عينك? هي بتفلي عينك من الامر لامواغزة ولا بتفلي عينك من كترة ما دايرة كده على البنات. رايحة جاية جاية رايحة. خلاز ولا يعين ولا فيها بنات ولا املي خلاز انت هتفزقها ومستسلم لها استسلام تام. لانما لو احنا كانت قامت الدنيا معاعدتش. انت عندك عشرات متفركة في انحق جسمك ولا ايه? في اختراع اسمو حموم. بيبقى معاة سابونة وليفة كده كده في الحمام. هتلاقي يا مراتك حطهم يا مامتك حطهم. وبنستعملهم كده. وبنرشوا المياة كده. وبنطلع نضاف كده كده. بسم الله يا الرحمن الرحيم. سحابة نزلت على الارض. ده حقيقي يا جماعة ولا فيت الشاب دي. كتبولو في التعليقات عشان انا بتلبش. اتراح لحد البيت عشان تسأليه شو قبلو? ما كنت يكلمتيه في التليفون. ما عندناش بنات روح لولاد عيد. عاد اختك? يعني هو ازاي هتبقى اخته قطة لمؤاخذة ازاي بارك? شو سو نيييييييييييييييييييييي. تستاهي. الاده جد يكن تسلّم عليكيي. خدتي ليتي بسا صغنانة كده تيكس بالحضن.